شايفة الجلد الميت اللي نازل قدام عينك عايز اقولك الجلد الميت ده كله هتنزليه من على جسمك في الوصفة دي بس وصفة لكامل الجسم للمناطق الحساسة متأكد انها هتعجبك هتفتح وكمان تجدد الجلد هتخليكي بجد جميلة جدا عروسة وهتخليكي فتحة وبشريتك هتبقى نعمة جدا جدا زائد التأشير اللي هتعمله في جسمك كملي معايا الوصفة للآخر يلا بينا مع بعض نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة المكون الاول اللي هيكون عندنا وهو البن او القهوة البن او القهوة يا بنات اللي هنستخدمها النهاردة هتستعملي معلقة كبيرة او معلقتين بن صغير عايز اقولكو نتيجة الوصفة دي للجسم جميلة جدا جدا وطبعا البنات اللي عارفة ان القهوة اصلا تفتيحية للجسم فوق يعني ما شاء الله نتيجتها فوق الطبيعي هحط معلقتين من النشا او الكورن فلاور تمام النشا هنا من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحب استخدمها وبحب احطها على الجسم وجميلة جدا جدا في التفتيح المكون التالت اللي عندنا بقى وهو مكون شوية مختلف عن المكونات اللي منستخدمها في العادي للتفتيح وهي البيضة هتجيبي بيضة وتبدأي تخدي الصفار بتاعها بياض البيض مش هتخديه اللي حابب يحط بياض البيض وصفار البيض براحتكو بس بصراحة صفار البيض بيفتح الجسم جدا جدا وبياض البيض برضو بيفتح الجسم فانتي ممكن تحط البيضة كاملة انا عن نفسي بصراحة بحب احط صفار البيض فقط اما بياض البيض ده بحب ان انا مثلا احط عليه مثلا شوية نشا وافرده على بشرتي يعني انتي بياض البيض مش هترميه انتي بس هتخدي الصفار للوصفة دي اما بياض البيض ممكن تشليه في حتة وتستخدميه على بشرتي كماسك حلو جدا برضو تمام زي ما انتوا شايفين المكونات قدامي اهي هتبدأ ان انت تقلبي بيها كويس جدا جدا وتمزجي الوصفة فيها تمام بشكل كويس قلبي كويس جدا لحد ما قوام الوصفة يبقى بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده عايز اقولك حاجة لو انت حسيت ان الوصفة نشفة تقدر ان انت تضيفي معلقتين كبار من مية الورد ده هيخلي الوصفة معاكي يعني انسيابية وسهل اللي هي تتحط على الجسم زي ما انت شايفه قدامك كده تمام تبدأ تجيبي فرشة وبصوابعك عادي انا عن نفسي الفرشة بحس ان هي بتوزع اكتر وكمان مش بتخلي ايدي تتبهدل وكده او المكان اللي انا بحط بيه تبهدل بحط على ايدي كاملة طبعا انتي انا عشان قدام الكاميرا فحطيت على كف ايدي من قدام لكن انا في العادي بحط على ايدي كاملة تمام زي انتي ما انتي شايفة برضو باخد الوصفة وببدأ ان انا اضفها على كامل الرجل بتموت او بتشيل الجلد الميت بتعيد بناء الجلد بتعيد بناء بشرتك بتفتح بتشيل البصور الحبوب بتعيد كل يعني بجد بتحل كل المشاكل دي عايز اقول لكم بقى ان انا اهو سبتها بتسبيها لحد ما تنشف طبعا الناس اللي عندها العظمة اللي في الرجل دي غمقة تحط الوصفة عليها برضو حاولي ان انتي تمشي الوصفة كلها حابة ان انتي تحطي المسك في باطن الرجل من تحت برضو براحتك تمام بتفتح برضو بتجدد كأنك عاملة بالزبط مقشر جميل جدا بتسبيها على رجلك لحد ما تنشف وبعد كده بتبدأ اني انتي تدلكيها او تدعكيها بالشكل اللي انتي شايفاه قدامك ده ممكن تخسليها من غير متدعكيها بس بصراحة انا شايفة انتدع كده يعني من نجاح الوصفة زي ما انت شايفة اهو ممكن تدلكيها مع قريب الساحة او بالشكل اللي عاملة كده عايز اقولك يعني هتحسي بصي كل ده جلد ميت وطبعا هتفتح اليد جدا حواريكو بقى الايد اللي هي اليمين والايد الشمال بعد الوصفة دي لان انا حطت الوصفة على ايد اليمين بس فحواريكو الفرق حيبقى بينهم عامل ازاي نتيجة جميلة جدا وواضحة ووهمية ومن اول مرة تجربة حلوة قوي قوي احب ان كلكم تستخدموها الناس كمان اللي بتقعد تقولي عايزين حاجة للتفتيح للتفتيح عليكو بالوصفة دي جميلة جدا 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 ليه التفتيح يا بدات شايفين بقى الفرق ممكن الاضاءة مش حلوة شوية بس ما شاء الله الفرق باين جدا اليمين اهي شايفين النعمية الشمال بقى غمقى لسه ومن عند المعصم كده برضو غمقى فلما حد الوصفة عليها هتتحسن جدا جدا تمام الوصفة دي زي ما قلت لكم المكونات بتاعتها بسيطة عايزة تكرريني الوصفة دي بقى ممكن تعمليها مارتين في الاسبوع يعني مارتين في الاسبوع هتنفع معاكي جدا تمام ونتيجتها هتبقى يعني تحفى قوي 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 الوصفة دي بقى ماناتها جميلة تقديرين تستخدموها على بشرتكو انا بستخدمها برضو على بشرتي وحاجة كده ما شاء الله ما شاء الله جميلة مفعولها وهمي وزي ما قلت لكم بصوا بقى الفرق هنا حاولت ان انا الاضاءة تبقى يعني كويسة عشان يباني الفرق رجلي برضو نفس الكلام ببدأ ان انا قشرها بالشكل ده شايفين بقى كل ده جلد ميت طبعا اللي نازل اكيد الوصفة مع الجلد بقى الميت ليه بقى الجلد ميت لانه ماشاء الله ماشاء الله النتيجة بتاعت الوصفة بانت من اول تجربة يا منات انا نفسي اهو ما كنتش مصدقة والله شايفين بقى عايز اقول لكم ان اصلا رجلي في الاول كانت غمقة جدا ومن عند برضو الضوافر ويعني الوصفة ماشاء الله ماشاء الله غيرت من رجلي كتير جدا انت بقى هتحطي بقى مونيكير هتعملي يعني باديكير بقى وتحطي المونيكير والحاجات دي كلها هتحس ان رجلك ماشاء الله ولا كأنك رحت بجد سالون تجميل فحاجة كده ماشاء الله جميلة قوي جبتلك حاجات في البيت بقى قل الإمكانيات وبأرخص الإمكانيات تقدري تعمليها وتنفيذيها على طول يا دوبك بس بتحطيها على ايدك او على المنطقة المعود تفتحها انت كمان لو عروسة ممكن تعملي كمية كبيرة تزودي بس الكمية وبعدين تدخلي بالطبق الحمام وتدهنيها على كامل الجسم ممكن ساعتها هنا بقى تعملي سكيراب كده خفيف كده وانت تحت الدش ولا حاجة عايز اقولك هتدعيلي هتنزل كل الجلد الميت اللي في جسمك متأكدة ان هي هتعجبك جدا جدا وحتجب معاكي من الآخر بس كده نكون وصلنا لنهاية الوصف بتاعتنا اتمنى ما كنش طولت عليكم بحبوك جدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لان معظمكم كتير قوي مش عامني اللايك واشتراك للقناة مع السلامة شكرا شكرا